في الأثناء كشفت مصادر للحدث أن البعثة البريطانية بمجلس الأمن تعمل حاليا على مشروع قرار حول اليمن سيشمل الترحيبة بحضور الأطراف لمشاورات السويد والاتفاقات التي تم التوصل إليها كما يصف الاتفاقات بالخطوة الهامة باتجاه تطبيق القرار 2216 اتفاقيات السويد استكمالا لبناء وضع أساسه عام 2015 والمتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 2216 هكذا يؤكد مشروع القرار البريطاني حول اليمن الذي يتم إعداده مسودة القرار التي تسعى بريطانيا لطرحها للتصويت الثلاثاء في حال تم توافق غالبية الأعضاء عليها وصفت اتفاقات ستوك هولم بالخطوة المهمة لتطبيق قرار 2216 وهو القرار الذي طالب الميليشيات الانقلابية بالتوقف الفوري عن العنف وسحب قواتها من جميع المناطق بما فيها العاصمة صنعاء والكف عن أعمال تعتبر من صلاحيات الحكومة الشرعية بالإضافة إلى الامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة كما وضع القرار عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح على القائمة السوداء وما يترتب على ذلك من تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر وعلى هذا يمهد مشروع القرار البريطاني الجديد الطريقة أمام تنفيذ القرار السابق عن طريق تشكيل لجنة للتنسيق وإعادة الانتشار والمراقبة ومنحها التفويد القانونية من مجلس الأمن ومنح المبعوث الخاص مارتين غريفث الدعم لتحقيق اتفاقات السويد والتفويد اللازمة للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة بالإضافة إلى حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية ما يعطي ضوءا استرشاديا لكل الأطراف المتعاملة مع القضية بأن ما يتم رسمه الآن لمستقبل المشهد اليمني لا يعني هدم القرار الأممي السابق بل السعي لتحقيقه